أهلا بكم من جديد مشاهدنا كرام لاستكمال هذه الحلقة من المتابعات التطورات التي تحدث في غزة خلال هذه الفترة من الهدنة التي هي مقدرة بأربعة أيام ونحن نعيش الليلة الرابعة قبل انقضاء الوقت المحدد يتساءل متابعون مسياسيون وكذلك العرب والمسلمون حول ما إمكانية تمديد هذه الهدنة لفترة أطول ومدى حققت المقاومة حاولنا أن نجيب على هذا السؤال في الجزء الأول ولكن في جزء الثاني ربما سنعود إليه بطرفة وجزء مخصص ولكن الهدف السؤال هو ما هي مؤشرات تمديد هذه الهدنة وكما قال ضيفي في البلاطم ذو قليل أن الهدنة هي هدنة إنسانية وليست وقف القتال لأنه فيه كذلك تهديد من الكيان الصهيوني على أنه سيواصل الحرب في غزة مغزاه ومعناه ومبتغاه في ذلك هو تطهير غزة ظلما وعدوانا ومهتانا من المقاومة ومن جهة أخرى كما يقول الوقوف على الأنفاق الوقوف على أليات وقوة المقاومة وكذلك كما يسميهم الامتلاك وملك المختطفين بطرق ليست المفاوضات لأنها في وقت قريب كان الكيان الصهيوني يضغط على الإدارة الصهيونية من خلال الخارجات الميدانية وكذلك المظاهرات من بعض الأفراد المستوطنين الذين يطالبون النتنياهو بضرورة إطلاق أبنائهم فقالوا في عبارة شهيرة أطلقوا أبنائنا ولكم نتنياهو ونحن لا نريد لها أولئي ولا هؤلاء مشاهدين يا كرام نعود إلى ضيفي في البلاطو الدكتور فالوق طيفور أهلا بك من جديد سيد الكاتب كنت تتحدث عن الضفة بغضب حاول ولكن في أقل من دقيقة الضفة كنز استراتيجي للمقاومة وقد تحركت في حدود ما تستطيع لأتبار الظروف الموجودة في الضفة الغربية وهناك حراك كبير وكبيرة جدا للأسف شديد قتلكت تساهم فيه هذه السلطة في مسألة التنسيق الأمني وسجن بعض الرجال المقاومة المازالوا إلى اليوم في سجون السلطة لا أتحدث عن سجود سجون الاحتلال ولذلك لابد بالعبارة الجزائرية أن تؤوب هذه السلطة إلى شعبها إلى حمل إلى رشدها وتجتمع وتراجع مواقفها وإذا كان هناك تغيير لابد أن يحدث تغيير وهناك تغيير أنا كنت أسمع بالأمس إلى مسؤولة عن التيار ديمقراطي داخل حركة فتح ويتحدث بعبارات هي عبارة كل الفلسطينيين وأعتقد أن الإكرهات الموجودة على هذه السلطة لابد أن تزول وإلا في نهاية المطاف يتم تجاوزها كثيرا وأعتقد أيضا أن إعلان الجزائر ما يزال إلى اليوم صالحا من أجل استقبال المرحلة القادمة ولكن على قاعدة المقاومة على قاعدة التحرير وليس على قاعدة الاستسلام وقاعدة إنصح التعبير يعني التنسيق الأمني وإعطاء الكيان الصهيوني ما لم يستطع أخذه بالمقاومة وبالمواجهة سنعرض في هذا الجزء المحور الثاني وعنوان المحور الثاني وهو مؤشرات نجاح هذه الهدنة وكذلك تمديدها لفترة أطول دكتور طيفور لو سمحت نتحدث عن هذه الفترة كيف تقيم فترة الهدنة تلت أيام من خلال عدم التزام إسرائيل والكيان الصهيوني بمبادل هدنة فيه قصف ولو بسيط فيه استهداف في جينين إلى غير ذلك أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني اليوم هذه صفته الرئيسية منذ التاريخ منذ التاريخ أنهم ليس لا عهد لهم ولا مواثيق ولا المقاومة قالها القرآن الكريم أكدها الله سبحانه وتعالى ولذلك نحن لا نشرح نضيف جديدا في صفات هؤلاء الناس الذين ينقضون العهد والمواثيق ولا يلتزمون بشيء إلا عندما ينقاطع الحبلين حبل الله الذي انقاطع لأنهم ظالمين وقاتلوا الأنبياء وحبل الإنسان لمازال أن تمثله الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاستكبار العالمي الخمسة التي عبرت بشكل معلن على أنها منحازا حيازا كليا لهذا الكيان ولكن شعوبها والحراك الموجود في بلاد الغرب وفي عواصم الصهونية العالمية وعواصم دقوة الاستكبار العالمي فرض عليهم أيضا منطقا جديدا على اعتبار أنهم في نهاية المطاف هناك انتخابات في 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية هناك أيضا تفاعلات في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا لذلك فأعتقد أن هذا التدافع مهم ومهم جدا بغيت فقط نتكلم على البعد الثاني للهدنة وهو البعد الإنساني هناك بعد إنساني صحيح أن هناك بطء كبير جدا في استقبال المساعدات ولكن هذه الهدنة أيضا كان من ضمن أهم أهدافها وهو الفتح معبر رفح والمعابر الأخرى ولكن غير كافية مفروض يقول مطلوب دخول مئتين شاحنة لحد الآن تدخل أقرب مئة فقط هو في نهاية المطاف من ضمن أهم شروط هذه الهدنة الإنسانية هو دخول المساعدات وهنا الكرة الآن هو في يدها الذين كانوا يعبرون عن معبر رفح لابد أن يفتح وتكون مساعدات الآن لابد من إغراق معبر رفح هذه المساعدات بكل خاصة الوقود والأدوة الطبية من أجل على أقل تقدير استعادة المستشفيات التي كانت هدفا استراتيجيا عسكريا وليس فقط للكيان صهيوني من أجل أن يدير إنساحة تعبير نصر زائف على أنه يضرب ويقول قيادة حماس موجودة في مستشفى الشفاء ولكن في نهاية المطاف لم يجد لا في مستشفى الشفاء ولا في مستشفى الرانتيسي ولا في مستشفى الرجل المؤشرات إذلك فالبعد الإنساني مهم جدا وأعتقد أنه يتطور يوم بعد يوم هل هذه الاجتياحات خلينا نسمعها في الضفة في الجينين وكذلك الخروقات هل هو مؤشر بشيزيده في الهدنة لعشرة أيام كما يقال أم أنه ربما ستضع الحرب أوزارها أنا أعتقد أنه إذا كان نرجعنا باستخدام المنهج التاريخي عندنا في العم السياسية فإن الخمس عدوى الاعتداءات في الإسرات في الأخر كانت الهدنة الإنسانية مقدمة لهدنة أخرى هذا بالمؤشر إذا كان نشوفه بالله بالله ما نراه الآن من قصف واقتحامات في طول كرم في الجينين في البيرة في كذا أنا أعتقد أن هؤلاء في نهاية المطف هم يبحثون الآن على أن الجوالات اللي جاية ما زالت الأهداف تلاحقهم ولكن الذي لإصراف عند الكيان صهيوني هو أنه الآن شعبه غير قابل للحرب ولكن الإدارة قالت بلي أننا سنوصل الحرب في غزة للقضاء على حماس بدون شك هذه أهداف روسيا مثل عندهم ولم تتحقق ولكن يصرون عليها ولكن هم يصرون على في نهاية المطاف أشياء وهمية لا يستطيعون اليوم هناك طائرات مسيرة شوف على الأقل السبب الرئيسي تحشده هو أين هم هؤلاء الأسرى أبداك لله تعلم تستفهم كبيرة وكبيرة جدا من أين يخرجون كيف يمكنهم لأنه هدفهم الرئيسي حتى عندما جابوا قوة الدلطة الأمريكية المتخصصة في يعني عن الرهائن وكذا وكذا في نهاية المطاف أين من أين يخرجون كيف يتفاعلون وكيف حتى هؤلاء الأسرى يجوا لبسين لبس عليهم النظاف مسقمين يعني وكأنهم وكأنهم كانوا في فنطق خمس نجوم يعني عندما تتشوفوا وتدقق في الصورة فهناك شيء يحدث عند هذه المقاومة لا يوجد هناك فيه إلا أن هذه المقاومة قد يكون تفسير أستاذ أستاذ قد يكون ليسوا في داخل فلسطين قد يكون في مناطق أخرى هناك قد معناها ما عندنا معلومات ولكن المعلومات عند المقاومة لكن الشيء الذي لابد أن نتفق عليه هو أن أنت أمام مقاومة جدة أمام مقاومة مسؤولة نخبة أمام نخبة أمام مقاومة عندها تجربة استراتيجية يا راجل حتى الآن تتعاطى مع دول الآن عندما سمعت أن أردوغان أردوغان طلب يعني طايلانديين فقالت المقاومة نخرجهم بونيس شوف هذا البال هذا العقل الاستراتيجي الذي يسير هذه المعركة ليست يعني مقاومة عبثية كما كانت تسميها السلطة فيها وإنما هي مقاومة تملك رؤية عندها استراتيجية أيضا تجربة راكمت هذه التجربة تحى وأصبحت اليوم هذه هي نتائج هذه نتائج ماذا؟ هي نتائج اقتران الإيمان بالعمل هذا مهم ومهم جدا ليس الإيمان فقط بالقضية وإنما بالعمل لهذه القضية حتى تصل لا مهم جدا أنت محلل سياسي هذا مؤشر هذا مؤشر كبير جدا لأن الإيمان بالقضية والعمل لها والإعداد لها بكل الأدوات ليس عاطفة عندما تقول أنا ما زالت مصانعي لصناعة السلاح ما زالت تشتغل في الأنفاق لا أستاذ ماذا تحدث؟ تحدث عن الواطف ولا تتحدث عن أشياء أستاذ أنا تكلمت على مطالب الكيان الصهويني وقال لك أنه بعد الغزة أو بعد هذه الهدنة ندخل للحماس وندخل الغزة ونبقى نحوس على كما يسمى مختاطفين اليوم ربما لما إسرائيل تأخذ هؤلاء الأسرة اللي هم مئة وخمسين عند الجهاد ولا عند فصائل أخرى أو المقاومة ولما يعني تكمل العدن تاحية مئة وخمسين قد تواصل الحرب مدالي لذلك؟ هذا مفتوح أنا ما قلت لك مش راح تواصل الحرب قلت لك أن المعطيات هاش لا يتقول الفشل والعجزة واضح ووضوح الشمس قعدت الآن أكثر من 49 يوم من أجل هذه الأهداف ولكنها لم تحقق شيئا ثم بعد ذلك ضغطت بالقصف إلى أن وصلت العدل إلى 15 ألف شهيد والقصف في كل مكان وضربت المستشفية في العمق وكسرتها لما خرجت وانسحبت وفي نهاية المطاف الآن انسحبت جر ذيال الخيبة والهزيمة قادر لأنها لم تحقق الهدف التي أعلنتها التهجير قضاء على المقاومة ثم بعد ذلك استيعادت غزة لم تستعد غزة ولم تقضي على المقاومة ولم تخلي بل أن الأماكن تقضي على الأسر مع المقاومة ممكن هذا الاختطافين بالنظر على اكتشاف الأنفاق وتدمير الأنفاق وغيرا غير ذلك اللي هي الأداة الرئيسية الأساسية التي تستخدمها مجهة أخرى ربما استاذ لو أفقك الرأي ربما كذلك أنه لما خداو هؤلاء المختطافين كما يسموهم هما بين قوصين حين الأسرى بالنسبة لهم هما نجاح والله إذا كان تبدل الأسرى بهذه الطريقة كما يقولون على النصف نجاح فأعطيني العقل أعطيني عقل كيان الصهيوني نفكر به في نهاية المطاف الأسرى التوحم ولا الجنود التوحم كانوا حطينهم لبيس فيهم باش يعرفوهم المقاومة اكتشفت لبيس قلعتهم ودرتهم في مكان واحد لكن راحوا حوسوا لي صابوا لي لبيس الشرائح فقط هذا إنجاز للمقاومة إذا كان نسميه إنجاز وعندنا قناع فعلا نحن لا نقول شيئا عنها كذا ميش موجودة في الواقع إذا كان هو إنجاز للمقاومة إلى اليوم أن معركة الأسرى ربحتها المقاومة اليوم وهي تسير في الملف بالأمس أوقفت الجولة الثانية الدفعة الثانية أوقفتها أسباب تقنية وفي الأخير أسباب تقنية أسباب كذا أن المقاومة قالت باللي الشرط الأول أن القوائم لم يكن مضبوطة بعد ساعة ساعتين فراشك ذلك على الأمريكيين اليوم بدون أدنى شك ذلك الآن أنا أعتقد أننا أمام ملحمة في تسيير المقاومات تسيير المواجهة تسيير المفاوضات تسيير تبادل المحتجزين وليس الأسرى إلى اليوم في نهاية المطاف أنت يعني ما كش تتحدث على معناها نجح مننا ونجح مننا ماذا أستاذ ما هي مؤشرات تمديد الهدنة لفطرة أطول أنا أعتقد أن بعد الأربع أيام هذه اللي الآن فيه إنسحة تعبير تسيير جيد وستراتيجي للملف سواء على مستوى الداخلي وعلى مستوى الخارجي أعتقد أن المعركة فيه طرفين فيه معتدي اللي هو الكيين الصهيون وفيه معتدي عليه اللي هو محتل يعني محتل من طرف هذا فلابد أن لا نغير المواضيع ما هو في فلسطين هو احتلال يخضع لي قانون دولي ومعروف وواضح وهذا الذي حدث ليس حرب واعتداء وعدوان نعم قواتين متكفئتين أنت أمام حرب أمام اعتداءات يعني خارج إطار الشرعية بين قوسينا الدولية خارج إطار القانون الدولي هذا الكيين له حصانة من هذه الدول التي جمدت وشلت هذه المؤسسات الدولية حتى المؤسسات التضامنية وتع المساعدات شلتها إلى اليوم ما نتكلمش عن الحالة الأخرى فأعتقد أن أن اليوم عندما نشخص الوضع نقول أن حالة الإنجاز موجودة حالة النجاح في تسيير هذه الملفات موجودة في المقابل هل يمكن أنها تكون هناك مؤشرات لمزيد من أنا أعتقد أن الوسطة يعملون على هذا وأعتقد أن ما يحدث في الكيين الصهيوني من تفكك وهذا كان يمكن تحدث عنه خسائر كبيرة وكبيرة جدا مستوى اقتصادي مستوى السياسي مستوى تآكل صورة هذا الكيين الصهيوني يعني مستوى الدولي عند الرأي العام الدولي هذه كلها قضايا مهمة ومهمة جدا يحسب لها لأي حالة بسيارة حساب عندما يكون هناك تفاوض أو حوار حول تمديد الهدنة الإنسانية ووصولها إلى ما نسميه بالهدنة يعني إنسحة تابير تأسيسية موظفون امريكيون يعني تقريبا عشرين بعتوا الإدارة الامريكية بايدن قالوا بأنه هذا الأمر أتقى لكه الاقتصاد الامريكي يعني تبقى دائما امريكا تدعم الحرب في إسرائيل أو حرب إسرائيل على غزة هذا سينهك الاقتصاد الامريكي إلى أي مدى هذا المؤشر يعني يؤشر على نهاية الحرب الاقتصاد الامريكي أصلا هو في تراجعه في حالة أزمة وفي حالة مديونية كبيرة وكبيرة جدا داخلية وخارجية هذا موحد وهذا يعني يتكلم عليه المؤشرات الاقتصادية واضحة وضح الشمس في حال أيضا الولايات المتحدة الامريكية اليوم من خلال طفان الأقصى دخلت في معركة كانت خارجة منها من المنطقة أصلا الولايات المتحدة الامريكية كانت بقي لها ثلاث علاف جندي في المنطقة الشرق أوسط كانت تريد أن تواجه بهم في البحر للصين وفي منطقة الباسيفيك ولكن في نهاية المطاف دخلت في خطة لم تصممها هي في نهاية المطاف وهي تخشى عندما جابت الجيرارد فورد نقلتها في منطقة البحر للقيام بأعمال هي أعمال كانت تقوم بها صهيونية تقوم بها الكيام صهيوني لكن عندما تعطلت أدواتهم التكنولوجية والتجسوسية من خلال العمل اللي داروا عبور 7 من أكتوبر 2023 جاءت الجيرارد فورد من أجل أن تؤدي هذا الدول معنى ذلك أن هناك ميزانيات كبيرة وكبيرة إذن أنت عندك عجز العجز الآخر الكبير جدا الآن هو في الكيام الصهيوني هو في الكيام الصهيوني حالة الفشل حالة تدني الشيكل الصهيوني حالة يعني البورصة سقوط في البورصة عندهم أيضا العجز في الميزانية الميزان التجاري بربعمية بالمئة هذه تصريحاتهم الآن في هذا الشهر فقط فهذه كلها في نهاية المطار في نهاية المطار أيضا هناك توقف لا يوجد مدارس الآن لا يوجد جامعات كل المؤسسات الآن مشغولة وبالعكس نصف مليون من كيام من يعني سكان الكيام الصهيوني في الملاجئ يعني هذه الحالة حالة الحرب هذا لابد أيضا أن نرعليها الزوم ونشوفه لا نرى فقط حجم الدمر الموجود في غزة بقدر مناجز أيضا أن هناك يعني حالة إفلس وحالة خوف وحالة تراجع كبيرة وكبيرة جدا في الكيام الصهيوني هذا الكيام الصهيوني انهار يا أخي بوعافية انهار انهيار حقيقي على كافة المستويات وأعتقد أن حالة التفكخ في المجتمع الكيام الصهيوني كبيرة وكبيرة جدا مظاهرة التي نراها ضاغطة على هذا الكيام ولا أعتقد أن هذه المظاهرة أتوقع أنها ستزيد لسبابين رئيسيين وهذا مؤشر آخر على أن الكيان الصهيوني هو الذي يريد الهدنة الدائمة يعني يعمل على هذا لأنه لم يتمكن من إدارة هذه المعركة لأنه اكتشف أن المقاومة ليست كما كانت لأنها عوامل القوة فيها كبرت نمت في الأدوات كلها الإعلامية الرأي العام الدولي الذي زاد بحجم كبير وكبير جدا كل هذه المؤشرات تدل على أن هذا الكيان أول في حالة انهيار وإيرباك كبيرة وكبيرة جدا كما يقول الجزائرين يعني عارا لا يقدر يعاود سير هذه الحكومة المتهالكة التي يمكن أنها تسقط غدا هذه الحكومة وحكومة ناتنياهو لا نتحدث عن عدوان ونتحدث عن حرب ولا بتبدأ الأسرة نبدأ نتحدث هل هذا الكيان الصهيوني أو ناتنياهو رئيس الحكومة هل يعني كم يحكم له هل يحكم له بعشرين سنة ولا خمسين سنة سجن أستاذ يقول بأنه إن غدا لناطره قريب يعني نحن نتحدث عن الليلة الأخيرة الرابعة من هنا ربما نعم المقاربة وأنت المحل السياسي المقاربة هي من الطورة الجزائرية تعرف ما يعرف عندنا بأصحاب 19 مارس هل هذه الفئة موجودة اليوم في غزة وفي الدوائر الفلسطينية وفي المحيط العربي الإقليمي؟ هذه الفئة موجودة وألنت عن نفسها منذ لقاء بلينكين بمحمود معباس عندما طرح له على ما بعد الحرب وبلينكين في زيارته الأخيرة كان يتحدث عنه من بعد الحرب عندما جاء من أجل توقيف ما يسميه هو توسيع الحرب إلى الأطراف الأخرى ويقصد هو لبنان وإيران والمنطقة ودول الطوق نحن نقول دول الطوق كان يريد يعمل على أنه تفريني أنه هذه الأطراف تدخل في الحرب لأنها ستتحول إلى حرب إقليمية بالنسبة إليه ويعمل على توقيف وفرملت هذا الأدى الشيء ولكنه في نفس الوقت كان يعمل على منطق ما بعد غزة هناك مشاريع الآن هذه مشاريع كلها تريد أن تركب الآن لأن عندما يركب تركب على هدل يمان هدل يمان في الأيام الأخيرة تعال هدنا هذه الأيام الأخيرة أنا أعتقد أن المقاومة كان صريحة عندما قالت باللي الشعب الفلسطيني هو الذي يختار هو الذي سيسير المنطقة سير الحرب وهذا الاعتداء بمقاومة ملحمية وهو الآن يسير تبادل الأسر وسيسير الملحمة هذا شيء طابعي وعادي واللي يعني كما يقولون أنه طامع في حاجة غيري في نهاية المطاق في دير رجلي في ما بارد كما قالت المقاومة استعملوا حتى هذه الكلمة هذه واحدة اثنين هؤلاء الآن تجاوزهم الزمن أعتقد أنه الآن لس له مبادرات إلا إذا كان دفع إليها دفعا الدفع هذا لا يمكن أنك تدير حاجة الآن في غزة أو في منطقة أخرى الآن الآن لا يمكن لأن الأرض الآن من يسير المساعدات الآن الآن عندما تدخل مساعدتنا أعتقد أن المقاومة لها قدم السبق في هذا الأمر الأخير الأمر الأخير في هذا هو أن المشاريع المطروحة اليوم أعتقد أن الدول اللي رفضتها لابد أن تتحرك ولابد أن يعني تعبر عن هذا الرفض وأيضا تدير المبادرات لحماية المقاومة وضمان تغطية سياسية حقيقية للمقاومة من أجل أنها تصل إلى مرحلة أخرى أما مشروع منطقة منزوعة سلاح أو انتداب دولي بقوة أممية وكذا وكذا هذه المشاريع أعتقد أنها أصبحت اليوم أستاذ كلمة مهمة منذ قليل في إيجابتك الأخيرة على أن توسعة مجال الحرب نحن في تمام العاشرة إلى دقائق نتحدث عن هذه التطورات من بين التطورات التي حدثت عصر اليوم هو ما جاء على بعض القنوات الفضائية وهو أنه فيه سفينة تم اختطافها هذه السفينة حسب البيان يتحدث عن شركة زودياك وهي مؤسسة إسرائيلية صهيونية ويقال أنه على مطنها في اليمن حمض الفوسفوريك إلى أي مدى هذا التطور خطير في المنطقة؟ شوف إذا كانت تكلم بمنطقة التاريخ فإن المنطقة أو فلسطين لا تحرر نفسها بالمعنى هذه إلا إذا كان هناك دول الطوق في ظهرها وفي إسناد لها إسناد خاصة إسناد خاصة وهذا طبيعي وعادي بل إن المعركة الموعودة مع اليهود في استشراف النبوي تقول هذا الكلام هذا الجزء أول لذلك الذين قرأوا تاريخنا ويعرفوا هذه الأحاديث لأن يستبقون هذا الأمر من أجل تعويق وفرملت وغلق هذه الدول الطوق على أن يكون لها دورا في المنطقة شعوب هذه المنطقة أعتقد أنها متحركة وستتحول إلى مساحات أخرى هامة وهمة جدا حق العودة أيضا نسمحني أركز لأن نقطة مهمة لأنه القرار أو البيان يقول أنه في اليمن في قبلة اليمن حمض الفوسفوريك هل هذا خطير؟ أعتقد أن الرجال الأعمال الكيان الصهيوني وهذه مملوكة لرجل الأعمال صهيوني فأعتقد أن هذه الأعمال تستخدم ومعركة حتى هم عندما يشعلون الحروب معروف أيضا من صفتهم أنهم يشعلون الحروب عندما يشعلون الحروب هو أطفأها الله كلما أقعدوا نار الحرب أطفأها الله فهم بالنسبة إيديهم تجارتهم تكبر تجارتهم تنتشر عندما كان يحور بشي بعسلاح وكل المرفقات والملاحق تعسلاح يعني يمشوا فيها كرجل الأعمال ويمولوا أنظمة بحد ذاتها هذا يموله بالمال من أجل أن لا يكون له مواقف ويشترون موقفه من القضية وقد حدث في المنطقة وهناك من يبيعون له السلاح وقد حدث في المنطقة ويمنعون أي آخر على أن يكون منتجا لهذه التكنولوجيا الاعتبار أنها في نهاية المطاف سوق مسقفة وإكسكليوسيف حصرية لهم فقط هل سيدوم لهم؟ لا أعتقد أن يدوم لهم هذا الوضع ما زل في حوزتنا في الحلقة أستاذ دقيقة واحدة حاول باختصار أن تجيبني في هذه الدقيقة هل تمدد الفطرة الهدنة؟ هل ندخل في هدنة مؤقتة؟ هل تنهي الحرب أو زارها؟ أعتقد أن المسار الذي الآن موجود هو مسار يعني يقود إلى على أقل تمديد على اعتبار أنه في حالة إخفاق في تسيير هذه الملف وحالة يعني ذغت في ما بين الوسطى والطرفين الأساسيين من أجل التنفيذ والتجسيد الحرفي لمبنى الاتفاق هل ستزيد بعد الأربع أيام هذه أم تزيد؟ أعتقد أنه فوق 50% يعني 51% يعني تزيد حسب التوقعات ولكن المؤشرات التي تعطيها يعطيها الكاين الصهيوني هو لتح هذه التدخلات هنا والتوغل هنا والاقتحام هنا أعتقد أنه ما تزال في نفس السردية تح ونفس الخطة التي كانت ديرتها من أجل الضغط على تحسين الشروط لماذا؟ لأن الجولة الثانية لمناقشة من الأسرة ستكون عندها أبعاد سياسية لأن هؤلاء الأسرة عندهم أبعاد سياسية ما همش أطفال وما همش النساء وإنما هم مناظلين في رأسهم مروان البرغوثي وسعدات وكثير من المناظلين الكبار في القضية الفلسطينية والذين إذا ما أخرجتهم المقاومة أعتقد أن كثير من القضايا على مستوى ساحة الفصائل الفلسطينية سيحدث فيها تغيير وأقول دائما أن أمام الفلسطينيين في هذه المرحلة المبعد إعلان الجزائر ما يزالوا صالحا ولكن هذه الأسباب التي عطلته يجب أن تتجاوز أو تحدث هناك مبادرة جديدة على اعتبار أن وحدة الشعب الفلسطيني في خط المقاومة مجدًا لبناء دولته شكرا جزيلا الدكتور فارق طفور على هذه المداخلة وهذه التحليلات نتمنى أن ألقاك في فرصة قادمة بحول الله فيكم العفو مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة من متابعة تطورات على الأراضي الفلسطيني وبالطبط في غزة ولكن الصهراء متواصلة مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من فريق العمل أجمل التحايا ومني أطيب المناء سلام الله عليكم